هذه أبرز العناوين المدر الرياضي لإشبيليا بونو من أفضل ثلاث حراس في العالم لكننا لم نتلقى أي عرض رسمي بخصوصها ظهر تطورات جديدة عن ما وقع لحكم زياش في سيارتها قبل مباراة ليبريا الرقرق يدخل ماء جديدة في المنتخب الوطني والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس المدر الرياضي لإشبيليا بونو من أفضل ثلاث حراس في العالم لكننا لم نتلقى أي عرض رسمي بخصوصها أكد فيكتور أورتا المدر الرياضي لنادي إشبيليا لإسباني أنه لم يتقدم أي نادي بعرض رسمي للتعاقد مع حارس المرمى المغربي ياسين بونو وقال أرتا في تصريحات صوفية يعتبر بونو واحدا من أفضل ثلاث حراس مرمى في العالم فمن الواضح أننا نتلقى العديد من الطلبات حول وضعها وأضف لا يوجد أي عرض رسمي لبونو خلال الفترة الحالية هناك تحركات فقط لكن لم يكن هناك عرض من باير ميونيخ ولا من أي نادي أوروبية وكانت تقارس عفية قد أكدت أن إشبيليا لن يقبل بالانفصال عن حارسي بونو دون أن يتجاوز العرض المقدم العشرين مليون يورو ظهور تطورات خطيرة عن مواقع لحكم زياش في سيارتها تعرضت سيارة النجم تشيلسي المغربي حكم زياش من نوع روز رويس إلى حادث تساطم في العاصمة الهناندية أمستردام وحسب تقرار صحيفة داصنة الإنجليزية فقد تعرضت سيارة النجم المغربية التي تبلغ قيمتها حوالي 360 ألف جنيه أسترلينية لأضرار جسيمة بعد أن استضمت برصيف ومنتم بموقف حديد مخصص للدراجات وبين التقرار أيضا أنه ليس هناك ما يشير إلى أن زياش كان داخل السيارة في ذلك الوقت ولكن تم احتجاز السائق الذي كان خلف عجلة القيادة من جهتها قالت صحيفة دي تليغراف الهولندية أن سيارة زياش استضمت بسيارة فوزفاغن بولو قبل تعرضها للحادث وتعرض اللاعب المغربي لضربة أخرى في الوقت الذي يحاول فيه زياش إيجاد طريقة للخروج من شيلسي هذا الصيف إترانهيار مشروع انتقاله لنادي النصر السعودية بعد أن كان قريبا من مجاورة البرتغال كاستيانو رونالدو قبل مباراة ليبيريا الريغراك يضخ دماء جديدة في المنتخب الوطني يستقبل المنتخب الوطني المغربي ضيفه ليبيريا يوم التاسع من شتنبر المقبل على أرضية ملعب الكبير بعاصمة السوس أكادير ضمن الجولة الأخيرة من التصفية المؤهلة لبطولة كأس أمام أفريقيا التي تحتضنها الساحل العاج مطلع السنة القادمة حيث سيواجه أسود الأطلس بعد ذلك منتخب بورك نفاسو في الثاني عشر من الشهر النفسي على ملعب لانس في فرنسا تحضيرا للاستحقاقات القادمة ومن المنتظر أن يكشف الناخب الوطني ولدرغريق قريبا عن لائحة الأصود المستدعات لخوض غمار منافسة الجولة الأخيرة من تصفية المجموعة الحادية عشر المؤهلة للكأس القرية حيث من المرتقب أن يفسح المجال بعض اللاعبين من أجل الالتحاق بالصفوف الفريق الوطني وفي نفس السياق كشفت مصادر مطلعة أن الناخب الوطني حدد قائمة موسعة تضم 35 لاعبا غالبيتهم يمارسون بالأندية الأوروبية والعربية قبل أن يستبدى خمس تلاعبين ويكتفي بـ 30 لاعبا اقتنع الرقل بأذائهم وتضم لائحة حسب المصدر نفسه مجموعة من الأسماء الجديدة التي تألقت برفقة المنتخب الأولمبيا المغربي في بطولات كأس أمم إفرقية تحت 23 سنة كإسماعيل سيباري وطهي يونس الإدريسي وزكري الوهدي وبنيامين بوشواري وإبراهيم صلاح ومهدي بوكامير وأميري الشارتسون إضافة إلى بيل الخنص وعبد الصمد الزلزول وأيوب عمراوي وتكشف هذه اللائحة يضيف المصدر أن الرقل يسعى إلى تكوين المنتخب للمستقبل لسيما وأن بعض اللاعبين من ركائز المنتخب الذي تألق في مبارية كأس العالم الأخير اقتربوا من الاعتزال حيث يتجه النخيب الوطني إلى الاعتماد على مجموعة من العناصر الشابة الحدادي انضمام لنادي لاسبالماس أسرع طريقة من أجل العودة للصفوف المنتخب المغربية أكد مونير الحدادي لعب نادي لاسبالماس الإسباني أن اختياره لفريقه جاء نتيجة لرغبتها في العودة إلى الصفوف المنتخب المغربية وقال الحدادي في تصريحات لموقع وينوين القطرية مشاركة بشكل متقطع في مبارية لاليقا خلال الفترة الأخيرة أترت كثيرا على مكانتي في الصفوف المنتخب المغربية وأضف الناخب الوطني وليد ريغراجي يركز على عطاء اللاعب وتأثير على فريق أكثر من تركيز على حجم الفريق الذي ينتم إليها لذلك قررت البحث عن فريق يتناسب مع موقف الحالي وتلتقي مصالح معها واختتم لاسبالماس يسعى لتعزي الصفوف بلاعبين يملكون تجربة جيدة في الدورة الإسبانية وأنا من جانبي أبحث عن فرصة للعب أكثر وبهذه الطريقة يمكنني التصطير أسرع طريقة للعودة لصفوف المنتخب الشرعي يمنح الأفضل لوليد ريغراجي في انتقاء اللاعبين فضل عصام الشرعي المدرب الحالي للمنتخب المغربي الأولمبي منح كل أفضلية للناخب الوطني وليد ريغراجي في عملية اقتناء اللاعبين الأولمبيين المناسبين حيث سيتم اختياره أولاء اللاعبين الذين يعتبرهم الريغراجي مناسبين للمشاركة في معسكر تدربيا مع المنتخب الوطني الذي سيواجه منتخبه ليبيريا وبوركراهاسو في تواريخ التاسع والثاني عشر من شتنبر المقبل ومن جهة أخرى تبين أن الشرعي لن يكون مسؤولا عن تشكيل القائمة المقبلة للفريق الأولمبي الذي سيدخل تربصا وفق تواريخ الفيفا بدلا من ذلك سيكون منصب اختيار اللاعبين في يد وليد ريغراجي حيث يواصل ريغراجي التواصل بانتظام مع إدارة المنتخب الوطني لضمن تنصيق واختيار العناصر الأمثال لصالح المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي يخوض مباراتين قويتين شهر شتنبر قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برمجة مباراتين وديتين شهر شتنبر القادم وذلك من أجل استغلال التوقف الدولي المبرمج من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وتأتي خطوة الجامعة بهدف إعداد المنتخب المغربي الأولمبي للألعاب الأولمبي المقام العام القادم بالعاصمة الفرنسية بيريس وطالب المدرب عصم الشرعي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برأس فوز القجاعة برمجة مباراتين وديتين أمام منتخبين من أوروبا بهدف الاحتكاك بمدارس أوروبية قوية لا سيما وأن طموح الجامعة لا يكتفي بالمشاركة حيث تطمح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى فوز المنتخب الأولمبي المغربي بميدالية في الألعاب الأولمبي القادمة هذه أبرز العناوين المدر الرياضي لإشبيليا بونو من أفضل ثلاث حراس في العالم لكننا لم نتلقى أي عرض رسمي بخصوصها ظهر تطورات جديدة عن ما وقع لحكم زياش في سيارتها قبل مباراة ليبريا أرجرك يدخل ماء جديدة في المنتخب الوطني اشتركوا في القناة